احتفلت وينسان هال 24 مارس 2019 بالذكرى الثلثة والستين لعيد الاستقلال الذكرى هذه اللي تعتبر محطة من المحطات المذيئة في تاريخ تونس لما جسدته من انتصار للشعب في معركة نضالة ويلة امتدت 75 سنة من أجل الحرية والكرمة رئيس الجمهورية واللي ألقى خطاب بالمناسبة شخص الوضع قال تونس مريثة هذه من بين التوصيفات اللي يلخص بها الرئيس خطورة الوضع في بلادنا ونستعان بمؤشرات اقتصادية ومالية وبوضعية أهم محرك اقتصادي وهو فصفات قفصة ويقول إنه المؤشرات اللي وصلت لها بلادنا اليوم اختيرة أبرزها نسبة التضخم اللي كانت في حدود 4.4% سنة 2010 وبلغت 7.3% سنة 2018 ونسبة التدين العمومي بلغت 40% سنة 2010 وارتفعت الغاية 71.7% سنة 2018 وحسب خبراء فإنه الوصول لنسبة 71.7% من التدين تجعل من الصعب على تونس الخروج للسوق المالية الدولية وما ننسيهش نسبة العاجز التجاري لبلغت 8.3 مليار دينار سنة 2010 ووصلت لـ 19.1 مليار دينار سنة 2018 وبعد 63 سنة من الاستقلال تونس عندها مكاسب كبيرة في عديد المجالات مثل الصحة والتعليم والنقل وغيرهم واللي تعتبر اليوم مهددة بالهدم والانهيار واليوم رئيس الجمهورية يتحدث على الوضع العام للبلاد ويصفوا بالوضع الخطير بلاش قروض دون استقف؟ عم الإحتياج والفقر؟ اغتيالات، اغتصاب وتحرش في المدارس، قتل وإرهاب توانسى فقدوا فالي ذات كبدهم في السوية اللولة من حياتهم في مستشفى وسيلة بورجيبة وانتشر الفساد في أهم القطاعات اللي تعتبر اليوم ركيسة البلاد شكون المتسبب اليوم في مرض تونس؟ شكون انتهكها وشكون وصلها للحالة هذي؟ وكيف السبيل لإعادة البناء؟ إذن شكرا لك مرفة بن علي على هذا التقرير راح برشا بضيوفي في الجزء الثاني السيد فايسل دربان مستشار رئيس الحكومة أهل وسهلا بيك وشكرا لك قبول الدعوة وسيد وليد بن صالح خبير محاسبة وخبير اقتصادي أهل وسهلا بيك عايشة كفتني شريف هي اللي قامت بالتقرير شكرا لك وإن شاء الله نتمنى لها تكون لابس لأنه فعلا في حالة صحية إن شاء الله تكون لابس طيب خلنا نبدأ معكينتي وبعد نرجع للسي وليد مرحبا السيد رئيس الجمهورية في خطاب ومنسبة ذكرى 63 لعيد الاستقنال ذكر مؤشرات اقتصادية تعكس المواقع الاقتصادي والأزمة اللي احنا عايشينها والحقيقة معناها المباشرة معناها كأن نوجه أصابع الاتهام لهذه الحكومة في الوضعية اللي احنا اللي احنا فيها هل فعلا انتم المتسببين في هذه الوضعية الحكومة الموجودة حاليا والمؤشرات والمؤشرات يقولااب مؤشرات اخرى لا ساعة شكرا عن الاستيدافة أنا الحق تبعت خطاب سيد رئيس الجمهورية ما شفتش أصابعات اهامة وجهة للحكومة للرئيس الحكومة وما شفتش تم اتذارب ما بين المؤشرات اللي تعطيها الحكومة وما بين المؤشرات اللي تعطيها سيد رئيس الجمهورية سيدة رئيس الجمهورية في الجانب الاقتصادي متاع الخطاب بمتاعه أعطاه نسبة مئوية بالنسبة للتدير بالنسبة لعجز الميزانية بالنسبة للتضخم النسبة هذومة موجودين حسب المعهد القومي الوطني للأحصاء النسبة هذومة نخرج فيهم معناها بصفة مستمرة موجودين في الوثائق التي تزرها وزارة المالية لذا ما لم يشعر سبعاتي وهذومة قارنة 2010 ب2016 ب2018 يقول كنه في 2010 وانينا كذلك 2010 المقارنة التي تستقيم مما نقارن بال2016 2016 سيشكر أنا نتفكر في قوت 2016 استدعتني استدعني مجلس النوب الشعب لأيام دراسية صاروا في قوت 2016 في الحمامات ومشيت في عشوية كاملة كان معايا سيد رئيس مجلس النوب الشعب سيم محمد الناصر ونيب رئيس يعفتاح مورو وعملت لهم محاضرة في عشوية كاملة في المحاضرة هذه اشعرت اللي ثم نوع من الاحباط من خلال الأرقام اللي قدمتها يمكن تقولوا لي الأرقام هذه كراه وتولينا في أرقام أسوأ منها لا أمقلك عليش معناها لا يستقيم فما أول حاجة قلت لهم رأيك كتة الأجور في ستة شهور خاطر المحاضرة متاعي عملتها في قوت قلت لهم رأيك كتة الأجور في ستة شهور قد كتة الأجور في سنة كاملة 2010 معناها كتة الأجور في 2016 ستة أشهر قد كتة الأجور 6.8 مليار دينار قد 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 كتة الأجور متاع سنة 2010 كاملة قلت لهم رأيك مش يكون فما حاجة تمويل إضافية بـ 2.4 مليار دينار عملت برويكسيون حتى الأخر العام نلقى فما حاجة تمويل إضافية بـ 2.4 مليار دينار وقد صار كملنا العام بالحاجات الإضافية ذوما في التمويل حاجات التمويل وكملنا العام بعجز ميزانية بـ 6.1 ولا 6.2 في المياه ومجونية 62 ولا 63 في المياه تورا 70 تورا 71 72 لكن اللي نسيناه واللي خوفني أنا وقتها وخفت برشا عليش خفت برشا على خاطر ثم عديد القروض اللي تعطات مش للإستثمار بل للمصاريف العادية معناها تعطي قرض باش تعطي منحة منتع شغل قرض منحة أمل تعتاتها بقرض بـ 300 مليون دينار قرض بنك الدولي دونك القروض هذه ما هماش مش يعطيوني استثمارات نتائج استثمارات بعد 3 و 4 و 5 سنين مش نخرج نخلص القروض بدون ما يكون ثم ترجيع نتفكر وقتها سيد محافظ البنك المركزي قال راهو ميزانية 2017 في أخر 2016 قاله قال مش تكون صعبة وصعبة للغاية وفما جريدة إلكترونية قالت بالحرف الواحد شبح يهدي تونس وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة أنا وقتها خفت وذي كان خوفني أكثر علش خطر الوضاية ذي الكل رغم لي 6.1 و 2 في المئة عجز ميزانية هذو ما خذينا 10 مليار دينار مدخيل استثمائي لا بشن بشن نستفهمنا بعد نرجع سي وليد علش في 2016 في حكومة سيد حبيب السيد الحقيقة عملنا تحسن ملحوظ شوية في نسبة المديونية ونسبة العجز جينا 6.1 في المئة نسبة العجز 6.1 في المئة أخذ بعين لاعتبار 10 مليار دينار اللي استعملناهم كانوا في الخزينة من البنك المركزي الخزينة كيتمشي أنت للقوام المالية موجودين على الموقع الويب من البنك المركزي كيتمشي للقوام المالية من البنك المركزي سنة 2010 تلقى حساب الدولة من اتصالات تونس و مربيح البنك المركزي 682 مليون دينار اتصالات تونس 2.4 مليار دينار وأرسي ذا أخرى هذهم الكل فيهم 3.6 مليار دينار تبخرت هذهم موجودين في 2010 في 2012 ما فهم معنا عندك عجز 6.1 بعد ما هزيت وتصرف مش هزيت 10 مليار دينار دوك الوضعية كيف إذا مع إضافة ما دخلتم الملك المصادرة من بيعان الملك المصادرة كنتك عشرة طيب سيولي دينتي كيف تقرأ ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية من حيث المؤشرات هذه طيب بالنسبة للمؤشرات هي المؤشرات منشورة للعموم وموجودة حتى في تقرير الميزانية فيما يخص المديونية العمومية وفي نشريات المعهد الوطني للإحسان فيما يخص نسبة التضخم وكذلك في تقارير اللي فهمي لأنه زادة كيف تحدث على اللي فهمي ولكن أنا زادة في خصوص الكلمة متع سيادة رئيس الجمهورية وما قال ما كان هذا هو من ناحية قال تونس تفتقر إلي رجال الدولة وقال يلزمنا نفرقه بين رجل السياسة ورجل الدولة ورجل الدولة هو المسؤول على إيجاد الحلول وبعد قال أنا حاولت اللوج حلول وما لقيتش يعني الهنا زادة يولي الأمر غير مفهوم دونك الأرقام صحيحة والتشخيص هذيك هو والسيد رئيس الجمهورية التشخيص هذي يعرف يعرف الأرقام هذي منذ عدة أشهر وهو بنفسه صرح في مرات سابقة قال أنا قابلت مع خبراء ومع جوورنور ومع جوورنور البنك سنترال وعطاوني التشخيص وقالوا إلي حلول موجودة ووثيقة قرطاج الأولى ورثيقة قرطاج الثانية فيها عدة مقترحات لحلول كان من الأجدى أن نحكي في الحلول هذه كيف يمكن تجسيمها على أرض الواقع يكون حاجة أكثر إيجابية من أن نقوم بالمقارنات في الزامن لكي حتى المقارنات زادا عليك ما تكون معقولة ومنطقية سي وليد بين 2016 سيدناحي 2010 بين 2016 وبين توا نسبة التضخم نسبة التدين العمومي وغيرها من النسب اللي قال كنا شد شومك لجيك ماشون كنا لابس شوية ماشي وطلعت النسب لا لا هو من نحيط كان نعمل بلان بالنسبة للمقارنة من 2016 إلى 2018 نلقاه عدة أرقام التي بالفعل ادهرت نلقاه بعض الأرقام ما ماشي برشا اللي صار فيهم تحسن طفيف ولكن أنا أقول زادا ما يجبنا نقوم بالمقارنة كان شي على الفترة الزمانية هذه كوي يجبنا نقوم بالمقارنة برابور البرامج نحكي في أمور سياسية واقتصادية هكذا اليوم عندك الحكومات المتعاقبة اللي جات بعد الانتخابات كانوا عندها برامج سياسية عن طريق الأحزاب متاح ما تحقق منهم حد شي ما كانش فما حتى رؤية استراتيجية بالنسبة لأي حكومة حتى بالنسبة المجلس النواب المخطط الخميسي 2016 2020 وقعد المسادق عليه بعد عامين من 2016 ثم تم التخلي عليه كمبليت دونك اليوم الناس الكل بعد جاءت الحكومة عملت الوثيقة خريط الطريق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020 هذه خرجت في سبتمبر 2017 وعند رئيس الحكومة زيدة كيف كيف حدت فيها مجموعة من النقاط اللي اليوم كان ناخذوا أهم النقاط طول قاهم ما تحقوش نسبة نمو 2018-2020 3.6% احنا عملنا 2.5 2.5% في 2018 الاستثمار العمومي 6.7% من نتج المحلي الخام احنا 2017 كنا 5.8% نقصنا فيهم 5.6% وطول 2019 زدنا نقصنا فيهم 5.3% حجم الأجور كتلة الأجور قالوا مش نهبتوا من 14.1% إلى 12.5% احنا رجعنا طلعنا فوق 15% نسبة البيطالة قلنا مش نهبتوا من 15.5% إلى 12% قعدنا ديما في 15.5% عجز الميزانية عجز الميزانية نأخذوا معه عجز المؤسسات العمومية ومعه عجز السنديق الاجتماعي هذوما كنجمعهم وبعضهم طلعنا نلقا أنه البيطالة ضد دورة مش تحسنت دونك معنا كنأخذوها بالمنظور هذي ثم في آخر الأمر اللي يهم الناس أنه اليوم طريقة العيش متاعه واحتياجاته الأساسية متوفرة وإلا ما يش متوفرة إس ك معنا سوران بلون معيشة أمور تحسنت وإلا ما تحسنتش أنا حسب رأي معنا هذا مؤشر تعطينا الظروريات هكذا عندك في مكتوبك وإشنا تنزل هو شاكر ساعة أنت انطلقت من خطاب رئيس الجمهورية في 20 مارس وأنا نقول رأي ما يش حاجة جديدة غير نحن ساعة ساعة ذكرتنا قصيرة وقت جاء حبي نحي حبيب الصيد وحط يوسف الشاهد استعمل نفس المعطيات والألقاب قال الأمور الدورة ووضع كذا وحي فهمت يا أخي هننشوفه طوال وضعية ونوصلنا ما يعني ناش أحنا من مش نقد نحاسبه بالحكومة بالحكومة على الأقل الحكومة الإخرانية وتع عودات الإخرانية وتع رئيس الحكومة بزير التجارة عايت له وعمل لجنة وعمل معناها اجتماعات كبيرة وقال أخيب شخفض فلاسع صحيح حسين شوية تحسن اليوم اشنوالي صار تحسن الكل تمسح والعمليات اللي صارت في الفترة هذه اللي مباشرة بعد تشكيل الحكومة الإخرانية فهمت معاش رؤوا الأثر المتاحة على الميدان تضخم عودة رجعة 7.3 في البيئ مقابل 7.1 في شهر جنفي تضخم المواد الغذائية 8.7 كان 7.1 هذا اليوم هروا تقرير بتاع البنك المركزي بتاع الشهر بتاع اليوم اللي خرج أنت ذخم يقول المواد معملية 8.7 ميدانيا كما يقول زاد كيف كيف نفس الورعية كنغزر للواقع أنت اللي هز قفته وصباح ويمشي يقدر يشوف فهمتي كنا نحكي على طماطم الشهر اللي فات 900 فرنك و بدينار ومياه اليوم صباح طماطم 18 مياه بل فيه 20-17 مياه والفلفل بـ 3000 أما فوق كيلو الدجاج للمواطن التونسي الي كان بـ 6000 فرنك صباح 9000 فرنك بـ 8000 ما نحكي واشكي يبدو نفصل معناها نتولي تحكي على 15-16 البقري والدجاج وغير والحوت ما نكلم وش عليه إذن عمليا الأمور ماشى وتتراجع بالتولي مش ماشى وتقدمها تماشى حتى تحسن بل بالعكس إشارة بعد الانتخابات بعد التصويت على الحكومة الإخرانية وبعد الميزانية تحسنت شوية الأمور وتوى الحكومة هذه منا حكومة بالحق كل المؤشرات تخدمها متجي ضدها نحن كونا بشقصة الماء توا ولا خير ربي موجود هذا الكل عليش الوضع اللي احنا فيه على خاطر تفادينا شوف بربي فيما حاج يجب نفهموها راهو أنا ايفي تي لا تريبي دي شوك راهو خارجين من معنا مش اتخنى المرحلة انتقالية راهو البلدين اللي تعديت بمرحلة انتقالية من اوروبا الشرقية بولونيا والمجر من بلدين اخرى تعديت بمرحلة انتقالية ما ثميش مرحلة انتقالية في الاقتصاد ما يكونش فيها انعكاس على التذخم وانعكاس على المديونية بولونيا وصل التذخم متاحها 30% اليوم مصر التذخم متاحها قديش نسمي التذخم وصلت 31% وتو 17% رجل حبيب السيد خلال 4.9% نكمل اولا تصاب اولا تصاب نكمل انا مش نجاوبك على النقطة هذه ايمان مصر ما تصفش كان مؤشر التذخم تستنى نكمل لك مصر اي لا مصر عند الجنية هبطت 160% 160% نخفض الجنية المجر العملة متاحها هبطت 95% راهو انفو بابير دوردو اللي اي فترة انتقالية ثمس انا بيل تيرابي دي شوك احنا اولا ايفيتي راهو احنا انا ايفيتي دي جستيس بربك انا ايفيتي دي جستيس وسينديرو غريغ راهو راهو عام 2016 موجبرا بيل تريبيان بعد ما عملت المحاضرة مدايف والله العظيم قدامي السيناريو اليوناني قدامي السيناريو اليوناني السيناريو اليوناني وقال السيد رئيس الحكومة في خطاب 26 اوت انتع جلسة الموظفين السياسة متعتقشف يعني التخفيض في الاجور هيك اللي قامت به مصر تعرف مصر خفض في الاجور تعرف فما بلدين اليونان زادت 370% اداءات دونك احنا انا ايفيتي سيناريو عليش انا سواء نقوله واحد يقوله يقوله سبالي بيروسي خاطر نجم ونكونوا في وضعية اللي اسعب شوية من هيك عليش خاطر كون خارجي من مرحلة انتقالية كبيرة برشا راهو مشينا من موديل فير نوتر موديل مشينا من نظام سياسي فير نوتر من نظام سياسي مشينا من البلدين اللي تحدث بالمراحلة اللي اللي عندها ارهاب راهو في مجيني في مارس ستة وثمين آآ الفين وستاش تحت تلال غزوة بنقردين يخسال 4.1 يخسال 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 سمحني لا تحكي على التيرابيت شوك انا نقول التيرابيت شوك اول ما تستعمله تستعمله مع بعض من اعضال حكومة كيف يزم يصدم كهربائية بشفيقه على رواح لانو الوضع اللي احنا فيه ما همش حاسين به ناس تمشي تتحرك بمشعار لمش تسرك سوال هاي يزمك تبع الملف عندنا من نوع سمحني عندك مئتين مليون مدخيل مئتين مليون دينار مدخيل اي سيدي نعم لك سيدي ما لانو نعلم نجد التصرف في الاملاك المسادرة عند مدة ما اجتمعتش هاي من عمناول مجتمعتش لا من عمناول لا لا سيدي من عمناول سيحافظ لا لا قل يمدة لا ما عمناول لا ما عنداش عام زيتون 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 برا 2018 ديسمبر حاج اخر عمناول ولا بش عمناول ديسمبر لا عمناول مجتمعتش ديسمبر 2018 مجتمعتش سمع سمع عندك كدس ملفات موجودة بيو حاضر عليهم بس حسبتش امرها عليه توسوين يترح نفسه عليش عليش بعض الوزراء ميحظوش في الاجتماع متاع اللجنة عليش يتأجر كل المرة سبتنمو عندما مشيق الجنسية لا على ذلك على ذلك سيد وزير لابد لابد صدمة كاروبائية لبعض عضاء الحكوم خالي فيك على الواحد بالنسبة للتذخم بالنسبة للتذخم كيشفنا الوظاية هذيك عام 2016 وظاية وظاية تخوف علش تخوف كما قلت لك تم عشرة مليار دينار ذخو ايمال جريساء برغم هذي عندك 6.1% والاثنين في المئة عجز نوك شنو يلزم يلزم تخفيض في العجز خاطر كان كم من هكاك العجز يقل تثمانية وتسعة وعشرة في المئة يا خيبة المسعة وزيد 2016 ثم تعهدات متضاربة ثم تعهد مع صندوق النقد الدولي مليش مش يزيد الموظفين وثم تعهد مع اتحاد شغل راني مش يزيد سيح المصحح شير وكيف تخرج منها وكيف تخرج منها عملت هنا عملت الحكومة هذه عملت الحكومة هذه عملت الحكومة في سبتمبر اللي فات مش ما تزيدوش لا 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 متعدناش ولا بروفا جايين لا 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 اسمع ذاك كلم متاع فيسبوك متاع جرايد متاع نأكد لك سيحافظ متاع بوفايا جماعة لفمي وجايين والبورت بارول لفمي عمل تصريح قال نوسو لتونيزيون تلبرح قال كلمة أخرى أنا حب نسل عليها بلاي سي وليد بن سالح قال اللي تونس أحرزت تقدماً مهماً في مجالات عدد وتشدد انتعاشاً متواضعاً شيح الحكاية يا شاكر اكتبت في تويتر اليوم التدوينة الممثلة متاع لفمي اللي جال تونس رئيس البعثة بتاع لفمي اللي جاي تراقب كل ثلاثة شهور وكونا مش تراقب كل ستة شهورة لعلمك اللي صار بعد الزيادات في الوجهور ولينا كل ثلاثة شهور رجع لهم ثلاثة شهور شكال الحرفية قال الاقتصاد التونسي لا يزال هشن تلاعطيني ذلك الشطرة خلي جوملي على الشطر الأول هذا الشطر الأول ولاي تو شوف تو هذي هذي تصريح سابق للمهمة اللي مش يقوموا بها في آخر الشهر يعني معناته أنا الحقيقة ما نعتمدش علي برش أنا نعتمد على اللي كومينيكي أوفيسيال هذكم المهمة هم متحدث اللي هما يخرجوا بعض الميسيون يخرجوا أفيك أفيك للي ريجولتات تبقينا أنه زيدا تقول أحرزت تقدما في عدة مجالات وما غير ما تقولي شنو ما المجالات ما نرش مش نعلق علي هنا وأحنا رأى أحرزنا تقدم في عدة مجالات معتا اليوم فما عدة قوانين جديدة صدرت فما معتا خرجنا من البلاكليست انتعام الونيو أوروبيين بالنسبة للمعنطة التوسكية جيباية قدمنا في الملف انتعام القفي معنطة ثم حاجات صاروا بالنسبة للشيء وكيف بالنسبة للالتزامات مع صندوق النقد الدولي قاعدين أن تبقوا في الالتزامات التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي في إطار التطبيق الآلي للأسعار في المحروقات في إطار الترفيع النسب بالفايدة إذا كان ما نتحكم بالضخم ثم حاجات اللي احنا التزامنا بهم قاعدين قد مفين ما ثم التزامنا بعدم الترفيع في كتلة الأجور إلا ما يكون ثم نسبة نمو تسمح بذلك ما حقق ناش صحيح نشوفهم بعد شنو الرياكسيون تعبعثة الفيمي بالنسبة للنقطة هذه وزادة كيف كيف وإذا كان هما فرحانين ياسر ياسر بتونس عليش وخروا الميسيون هما ديجا كانت شهرين التالي لا مش خطر من تونس لا لا مش مش ما وزادة كيتوخر عليها في يشيانس تزيد التعبني اقتصادي نعمل عليها إذا كان كانت اليوم بالحق تحب تدعم تونس تجي في الوقت وتعطي الفلوس أنا رأي استحاب لتم جاوب نحب جاوب خلي كم بعد نجاو بالنسبة لي يجب نستناول النتائج بعد زيارة صندوق النقد الدولي وما نعتقد أنه صندوق النقد الدولي مش تكون عنده مؤاخذات كبرى على يعني اللي تم تحقيقه على أقل في الوقت الحالي ويمكن يزيدك مثالينا في بعض الالتزامات من ناحية التوقيت ويعرف اللي نحن قادمين على الانتخابات وكل شي يمكن خاصة مع البنك المركزي يكون تقدم أكثر منه مع الحكومة في البرنامج اللي هو موجود نحن نستنى بضعة أيام ونعرف بالكوميونيكية أوفيسية لا بالله نحب ببساطة بشوية سطحية نحن نرى ماشي وتنفرج بعمل الحكومة وبطريقة عملها هذا ولا ماشي ونزيد ونغرق وماشي ونزيد تتأزم هي شنية ساعة الوضعية الوضعية انا اعطيتك اعطيتك يا سي شاكر اعطيتك لا 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 على أهم المؤشرات أهم المؤشرات راهو نقول أن الوضعية ما زالت ما تحصلتش وانا بالنسبة لي لمؤشر نطعت ضخم مؤشر هام جدا مؤشر سعر سعر في الدينار مؤشر هام جدا لأن الدينار يعكس الوضعية الحقيقية الاقتصاد التونسي المالية مؤشرات المالية للمؤسسات العمومية كارثية كارثية بأتم معنى الكلمة استيق على استير على اس ان دي بي على تونيسير على تونيسير معانيتها ما نحبش نحكي على قطاع النقل وعلى معمل حلفة في القصرين وإلى غير مؤشر كارثية ولكن هذه الوضعية هذه ما هيش متصبب فيها الحكومة متصبب فيها الحكومة باللاكسيزم يمكن متصبب فيها الحكومة لأن لسيفي وخصرنا برشا وقت بيش ناخدوا قرارات ما حصلناش في برشا مجلات ما حصلناش في الحاكمة ما حصلناش في الكنتر ولكن زي دم متصببين فيها نسخري متصببين فيها متصببين فيها حتى أعضاء مجلس نواب شعب وثم زادة استوريك متصببين فيها الناس اللي استغلت ضعف الدولة في 2011 و2012 و2013 ودخلوا ناس بالألاف واليوم عندك ناس موجودين ياخذوا في شاري وما يخدموش وانتي تخدم وتخلص في اللامبو ونهارة اللي يزيد اللامبو تخلصوا انتي والاخر يقعد ديما ما يخلصش واذاك علش العجز هذي اليوم الوضعية هذية كل صفة ما يزماش تتواصل بالطريقة هذية وانا نقول اليوم الحكومة تواعنا ستة شهر على الانتخابات الجي ماش تعمل حاجة كبيرة اما انا ندعو الناس اللي هما يحبوا يعودوا يقدموا وروحهم للناخ بالتونسي غدوة انهم ابليجاتوار مو يدوف شانج دابروش ابليجاتوار مو يشانج دا ديسكور ابليجاتوار مو يزم من يخرجوا اليوم للناس يقولوا راهوا اه الوضعية شنو فيها واو شنو نجمنا نعملو واو شنو اللي ما نجمنا نعملو خاصة وعليش ما نجمنا نعملو واو كيفاش احنا نحب نحسنوا من رواحنا باش نجم نحسنوا وضعية البلاد وهي وجهة استشرافية وقالة يعني تصورات على امتدات خمسة سنوات مش كما في الفين واربعتاش احنا عنا برنامج بثل ثمائة وخمسة وستين نقطة نقطة كل نهار وحنا ولينا نصب عالم صيبة كل نهار وعنا معانتها ناس ينش مكونوا أربع كوميت وبرنامج دخنا في خمسة سنين دخنا بالحق اما اترمو دونك معانتها اليوم السياسي الشجاع واللي حب بالحق يعتقد في نفس اللي هو يحب يعود يقدم نفسه الناخب التونسي المرة الجاية يزمو يقوم بالخطوة هذه وتكون خطوة شجاع راوح عليها الناس مش بالعكس انا اعتقادي هذا على القل سانا فيه برسونال دونك ما كانش يزمن يمشيوا في تغيير من نوع اخر الناخب التونسي زاد اليوم علش عنده نفور من الحياة السياسية وحتى من الاستحقاقات الانتخابية في جرة حاجتك يتكلموا في طريقة معقولة ومفهومة وتكون انتي عطيت المثل انتي عملت المراجعة متاعك وقدمت حلول بديلة انا اعتقد انه ينجم يتفهم وضعيك منها سانشان ك دوتوت فاسان راو من نجم ونخرجوا بها كان بالتضحية جميع الناس اذا كان القطاع يحب وحده في تركين تم يمس وحد والحزب الفلاني زاد كيف والنقابة الفلانية كيف والعراف من مشيرها الاخرى راو من نخرجوا منها بالطريقة كما قال سي وليد تقريبا ستة شهر تفصلون على الحقاق الانتخابية الملزمين انه انتراتر نشوف البيلان تالح حكومة هذه على مداء مين واش عملت في الملفات المطروحة الملفات المطروحة التي ذكرها توسي وليد للأسف سي فايسل مفهم حتى ملف فتحل مفهم حتى ملف يقول نايبون تيه هذي كلاسي وامور الصد مثلا ملف ملف كلاسي السنذيق الاجتماعي يخوية قانون في مجلس نواب الشعب ما يلقاش سبعين صوت مش صوتوا عليه ميش كون مجلس نواب الشعب الحكومة يشكون هم الحكومة يشكون اللي يسألوا بشعب تيما الحزام السياسي ترحب 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 الحاكم اللي كانوا يسوت وينه هزروا 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 قتلي الأسلحات أسلحات السنذيق الاجتماعي حاضر فما جوز أسلحات كبار يقدموا فيهم المؤسسات العمومية والدعم هذوما عملتوا شي فيهم مؤسسات العمومية دعم عملتوا شي تعملوا في دراسة وتراوه في السخنة طلعة جسم التوسي حفظ حسب معلومات يدون يقدموا فيها ما تحبوش خايفين خايفين يعني بتعملوا في حسابات وانتخابات فنجيت وتحبوا وتعملوا أصلاح عراك عملتوه توقع ما تستنوش حتى لا خلي بعد انتخابات سنة حتى حسابات معناها تراوه في الفلوس يأكل فيهم الغير ما يتبطعش بهم التوسي يمشون سبالة وتغسلوه ما تحبوش تعملوا حتى شي لا فك علينا ما نحبش تونمس كده ما نعملش قضية لا لا الاصلاح يزمون على قاعدة قاعدة حسير رأي قاعدة رأي من وقت بنعليه حذرها رأي الاصلاح بتاع الدعم من وقت بنعليه حذر لا لا ما زلت مش حذر تضخم زاد فما أربيتراج مرح رأي الالفين وستاش تضخم الدينار تضخم الدينار أنا جاي الالفين وستاش رأي الامام سمتوم متاع الكريز جريك عنا تعرف شما اللي سمتوم متاع الكريز جريك هما ارتفاع عدد موظفي اللي عنا احنا ازمة السندقة الاجتماعية عنا احنا الانفاق العالي على التسلح عنا نحن نفاق عالي تسلح خطر عن الإرهب. الميزانية متاع وزارة الداخلية وزارة الدفاع معناها ارتفعت حاجة مهولة برشا. هيد مهمة ليميم سامتوم متاع القريسي غريك. رب يسترنا من؟ لا. هل نحكي لك 2016. دوك. اتفادينا لحلول هذية. كيفاش تفاديناها؟ تفاديناها بتضحية نسكل. اتحاد الشغل ضحى. اتحاد الصناعة والتجارة ضحى. المواطنين والمجتمع المدني اضحى كيفاش. اتحاد الشغل نتفكر وقتها ثم تنازل على زيادة وخرناها وقصبناها على عامين الاخرية. اتحاد الصناعة والتجارة اقبل 7.5% اداء اضافي. وشنو عنا الحل احنا الحل اللي عنا هو نزيده في الاداءات قصد معين باش نرفع في المداخيل المتاعي باش نخفص هذه الميزانية سيبها سورسية ما عنديش حل اخر. لو كان عمدي مداخيل اخرى متاع فروسفات يخدم كي مخدمة الفين وعشرة والله يسحع. لو كان عندي فهمتاع بترول والله يسحع. تجيني ضرب الفين وسبعتاش الكامور يتوقف للكد ما ربع شهور. راهوا ذراهي الظروفة صعيبة ماش سهلة. معناها فريمون ماش سهلة. وانا ماناش نعلم في السياسة روانا شخصيا ولا مانعرف السياسة لانا فهمت معناها بوريتر كليرا فيك فهمت اتبقى الاصلاح ما هواش سهل بقى مشي بان هذك عتا تذخم وانا سياتوندي وانا بايتشوكي علش سي نورمال زيت في التيفي وزيت في دروات كونسوماتيون وزيت في دروات دوان بتبيعة الاسعار مش ترتفع بتبيعة مشي 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 نجير عنه تذخم عنا عالية اخرى للدينار والتذخم الدينار سيستابيليزي تعرف جانفي في فريمارس الدينار سي تابريسي تحسن بالنسبة للدرهم وبالنسبة لليل جابوني الانزلاق متاعد دينار ايتي متريزي في ثلاثة شهر هذو ما وان شاء الله ان فا بوفور ميو متريزي الانفلاسيون اذا كان نخلتو ستة فاصل خمسة ستة فاصل أربعة في منتهاء السوداسي الأول سيصيرين بالشوز وذلك هو ابجيكتيف وباش نخلتو من هون الانتخابات فمت معناها تودابور قرتيليموراجي ونعتبرها اللي وقفت خاطر الانزلاق وقف الانفلاسيون وقفت ونحب نهبطو فيه ونحسنو اللي نجمو نعملو ايشنو الغاية الغاية سيكون نكملو العام ان شاء الله أكثر من ثلاثة في مياك الوصاص نكملو العام بثلاثة فاصل تسعة عجز ميزانية ساشون اللي السناء معمناش أربعة فاصل تسعة عملنا أربعة فاصل ثمانية سي سيمبوليك معنا حتى بارابور أنو بريفزيون عملنا أربعة فاصل ثمانية وراءا ثم برشة ديون خلصت يا سي وليد خلصنا برشة ديون متاع الزون تبريسو بليك ثم هون تبريسو بليك عطيناهم لا 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 ورسخ في 2018 عطيناهم 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 ديزا فانس ولو ذاية صعيبة بالله نسب لك الان بوغسان اللي قاعدة تتنحى على الشاري متاع المواطفين اي مش قلنا على عاما كهو في الفين وشباك قاعدة تتنحى قاعدة مقار مش العام دائم على طول دائم ما هيش ضارفية هذك انا عطينا انا شكرت انا لنسكول الزفرة جيدة ياسي شكر انا قلت لك لو جي تي تي يعطيهم الصحة لخاطر قبله باش وقلت لك لتوكا يعطيهم الصحة وانتم ما يعطيك الصحة ايك هو وانت يمن يقفو نسكول الضحية هما بالله هما نقطة اما الكناتريا والمهاربين زادا يعطيهم الصحة انا اللي نجيبهم همانيش رئيس حكم لا شوف حطوا رئيس حكم وتوجيبهم شوف شوف جستما عن النقطة هذه ولا نحن نعمل عن التوضيح راهوا متابعة الكناتريا وديما يقولوا بعملتوا حتى شيء على الفساد الفساد معناها سي بورسويفر ليجان وشوت دعبات في الحبس بايني كمانسا راهوا مش كنادكا الفساد اول حاجة الدعم ان ديفكتيبل والسوتين معناها الهيئة مكافحة الفساد وهذا سي رئيس اللي هي اشتعرف به والمنظومة القانونية راهوا القانون متاع سجل المؤسسات ان شاء الله يتبق تطبيق به بالله لذي الله مش يكون احسن اوتي واحسن ميكانيزم لمكافحة التهريب ومكافحة ومكافحة الاشخاص فهمتها سي امبرطان يا وليد سي امبرطان احنا ما نقولوش العكس احنا عنا اشكال كبيرة في تونس ان تفعيل القوانين وتطبيق على ارض الميدان ما هوش موجود بالكيفية اللازمة وهي كان اللي قاعد اليوم يعطي في سنتيمون بالنسبة لبرشة الناس واليوم يحسوا بروحة متقوين على الدولة ويمكن زادهم موجودين في بعض الحزاب ويمولوا في حاملات الى غير ذلك هذي الاشكال والقضاء زاد كيف كيف ما هوش قاعد يقوم بدوره كما يلزم الاشكال ما هوش في ايجاد القوانين والاشكال اليوم في طريقة التطبيقة وتسريع التنفيذ رأى الحكم اللي يصدر وما يتنفذش كأنه لم يكن هو سجيل مؤسسة مهمة رأى الحقيقة سي ولي الاشكال يتبق تدقيق جيد اليوم اليوم تلك ناتريا يتعم قدام القصبة هو قدام وزارة الداخل هو فهم ضربتك بقى الحقيقة اللي كما قال يدعم برشة الميزانية وينقص شوية حتى من العجز متعلق عندك مثلا حتى الطهرب الضريبي يخي مش هيئة مكافحة الفساد تقول اللي عنا موكا جانية تقريبا 2000 2000 مليار في العام معدل 14000 تقريبا على مدى السبعة سنوات هؤلاء كان حسبوهم على مدى 8 سنوات 16000 هذون احنا الاشكال الكبير انه انه الحكومة هذه معانت مالورزمون خاطر كما قال صحافة خبيلة كانوا عندها ديزاتو معانت بش تكون في وضعية ما افضل والبلاد كاملة تكون في وضعية تحس بها ديما ان رغي اكسيون مايش تصير ازمة الحليب وقتا نوليونا ان اكتشفوا في المخازن وفي العباد اللي تحتكر تصير ازمة في العظم كيف كيف وبعد عارضون في الصحة في الصحة كيف كيف في الدواء والتقطاع وبعد القوائق يتهرب في المواش الى غير ذلك نحن نحن لا نحن نحن وهذا اشكال كبير وهذا ليس خاطر مايحبوش يعملو خاطر زي دفع وفما ناس اخرين ما تخليمشي الحكومة هذية تخدم كما يلزم صحيح وفما تعطيلات وفما بيزاج بوليتيك كامل اللي هو قاعد ياختر بطليقة سلبية جدا على العملية هذية اللي خليك انت دجاه ما تجيمش تركز في اللي يجب بتعمله يوميا بها هذي كله موجود هذي اليوم هذي هو اللي يجبو يتصلح اليوم رأى البلاد ما تصلح كان ما التونسي في حد ذاته يتصلح هو هو من داخل يجبو يتصلح يرجع يقوم بكر السباح ويمشي يخدم ويقف في الفروج ومتايش الزبلة في الشارع وما يسبش زميله ولا صاحبه احنا هذي وخلص الأدام وخلص الأدام ويتصرف طريقة محترمة الى آخر هذو ما يوليوا أهداف صعبة المنين احنا ولينا نحكيه على البيدوفيلي وعلى العبيد اللي 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 تعمل فيه في مدارس خارج القانون وعلى 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 الدول الفاسد وعلى اللي غير دونك ما زاد حتى التونسي يجب أن يتحمل المسؤولية في حصل الشي هذي ما هوش ذكا اللي هو زاد ياسر يظل اليوم مستحقين المسلحين اجتماعي أكثر منه سامحني برب يزيد كل مبارك وليد سامحني وهذاك السببب الأزمة الكبيرة عليش قبيلة أنا جبتت اللي نديس جوبونور مزير اللي فيان ديتر بيبلي عنا ترتيب خي برشا سامفتك مياة واربا وعشرين على مياة سامفتك 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 كحللت أنا هو خرج المخرج ليم ولا خرجتني حللته المؤشرات الاقتصادية اللي مربوطين بالدخل الفردي اتساترا وني بان كلاسي تسعة وسبعين تسعة وسبعين على مياة سامفتك برابور للترتيب العام مياة وعشرين وين نعمال كلاسي جسوما في هالمرازم بسيكولوجي هالمرازم الوضعية الحارجة اللي عايش هالتونسي هالدبريم لسيطواشيون دو دبريم اللي هي نادجة على الوضعيات اللي قال عليها سيواليد مانا ما يحترمش مانا يطايش نمبرتو يعمل نمبرتو سمعني هو زد الأكيخ تعظم الأول ولا تسجلول في فايش المواطر التونسي تراه مهموم أسمع شوف تلقى واحد وجوه هكا فيه الدم ولا لعظيم خان كمال لك بل يحب تخش علي المواطر التونسي مهموم أحلي بش نقول وطول عظم الأول والججل صحيح هو فما شوي استهتار وشوي فوضى بكري نسمع في الحوار التشاركي على قطاع الساحة قال لك نتعى شوي هكا احتجاجاتي يكسر لك مكينة بتاع عشر مليون خمساش مليون لكن زادة أنا كي نتعى مثلا أدايات متاعي ولكن خلص حتى فينيتي تجد لطريقة اللي في الحومة متاعي مش زادة طريقة بكل حفر والكاعة بتتضرب لي في جمع وتقول لأنتي يجب تكون منتظم في خلاص الأدايات متاعك كلها في خلاص الفينيات الحقيقة الحكومة لازم تقوم بدورها والمواطر زادة في المقابل يجب يقوم بواجبه الدور الحكومة الأساسي في تطبيق القوانين مش في اقتراح القوانين مش كادة تربط نقول ما عداهم ساعة تتبق لي القوانين اللي موجودة تاو وراه الوضعية اللي نحكي فيها متاع النفسية تادي موجودة نقطة من جملة النقاط ولا يام قيدة قدام نقطة من النقاط برنامج الاقتصادي والاجتماع انتال حكومة الحالية دعم اقتصاد المعرفة حتى يمثل خمسة وعشرين في المياه من النتج المحلي الخام شوفوا انتم من 2016 2018 قداش عمنا هجرة كفائت في جميع القطع والمساير 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 في الجامعة التونسية اليوم ما يحكي عليها حد الجامعة التونسية اللي هي اليوم معانتا مش تعدى بسنة بسنة بيضاء بتبيع لأنهم واقفين أجور الأساذ الجامعي نحن واقف أجور على الأساذ الجامعي نعم ومنزيدوش لبروفيسور تعرفت علش لأنه صارت زادة زيادة لأنه صارت زيادات في بعضك كيف مستدف قوضات قال لي ما رأعتش سلم الأجور تخلي المساير الجامع يقولك أنا أعلى درجة علمية تزيده هو مليوني ولي شهرية متاعه ودوب المتاع شهرية متاعي ما وش معقول لازم حتى أنا من عام تسعين ولا قداش مرة ما رجعت ليش الزيادة في الأجر متاعينا مية دي كحاجة تش بتحاجن سياسي وليد حتى الزيادات في الأجور اللي هي ما هيش مدروسة تخلي بعض القطاعات تقولك أنا بيدي زيادة المجيد نحن اليوم نكملوا بنفس السياسة اللي قاعدين نطبقوا فيها حاليا متاع ما نعوذوش الناس اللي تخرج ومتاع هالبرنامج الطوعية للخروج اللي صار اللي هو أنا نحس برأي نتيجة وكارثية لأنه البهين هم اللي خرجوا من الوظيفة العمومية مش العكس واللي قاعدين نخرج ومش قاعدين نتعاوذ نتقمس دورك باش نسل السؤال بعد بضعت سنوات طارنا القاور وإحنا نتقمس دور سيشيك نسل السؤال سي وليد لا 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 على شمال بلأسلم لبعض سيكوزي سيكو براء سوف اليوم حاشتنا بفلوس في الميزانية إذا كان نحب نقصه من العجز ونقصه من مديونية حاشتي بخمسة مليار دينار ستة مليار دينار أعطيني حل كيفش نجيبهم كيفش نجيبهم أنا اليوم كان عندي ستة مليار دينار ولا عشرة مليار دينار ولا أربع مليار دينار فأبني أنا أول حاجة نسأله سي فيسل نقول لك شنو بش نعمل بهم كان بش قلي مش نزيد بهم مش نزيد بهم وجود مش نخفف مش نخص مش نخلصوا ديوني يا سيدي شوف لا أنا بارانتيسيباسيو مش نقص ديون أنا أقول لك أنا حسب رأيي اليوم ثم إمكانية أنه تقع تخصيص بعض المؤسسات العمومية ولا وثم إمكانية حبي دي كده تقولها هذا كيف كيف أنه طريقة الاستخلاص لديون تخصيص المؤسسات العمومية شكون تقترح مثلا أنا ما عنديش أشكال اليوم ما عليش هذا موضوع للنقاش والدرس وأنا منمش بالخطوط الحمراء اللي حبي يشوف الدنيا مزيانة عنطوط كولير ما يحطش خط واحد يجب أن يشوف ألوان قوسكوزاحمة يحط الخطوط لكل دونك عليش سونيبانس وشي تابوه بالنسبة لي إذا كان يلزم التفكير فيه يلزم التفكير فيه وناخدوه موكا بركا وإذا كان ثم إمكانية بش نعمل بش نعمل قبلها سيحافظ أسأل على لجنة المصادرة إذا كان عندها شهر ما زالت مجتمعتش واليوم عندك دي بيان تنجمة بيحة مدخرة منهم لا مبيوعين ومبيوعين وحس مش فيهم يزمي ساحب ولهون تحطوا دي قارنطية ناس تحط دي قارنطية وفاولة وقاتب بتاعها ما عملا بشي عقارات وغوية على المستوى نختمو معك نختمو معك سيويد نختمو معك في فيصل وأنت أكثر وأستاذي وأكثر حاجة قريتانا في الجامعة أنه معانتها الاستقرار التشريعي والاستقرار الجبائي خاصة هو اللي معانتي يشكل دافع كبير للاستثمار اللي حققن بعض النمو احنا مالورزمون العوامل يتعدينا بهم الكل ما كانش فيما هذه الاستقرار كنا كنا دين كل عام مربوط ببذئ نحن قانون الاستثمار اللي عمرناه نقحناه قانون الاستثمار اللي عمرناه نقحناه في نفس العام وعودنا نقحناه في العام الليpin بعده وفي العام الليius بعده وكذلك يزاد الكفتي فراوي مالغوظة بسيطة مالغوظة فعلا مالغوظة جاوزنا برشا الوقت بلاي بإجاز بلاي بلاي سيفنسل تقولتو سيفنسل وقت اللي تتحكيوا على التحسن بتاع الدينار التونسي ما تقولوش تقارنوا بالدرهم المغربي تقارن هون بالأورو ولا بالدولار تقولك بلايين جابوني بلايين جابوني ما عندوش معنى ما عندوش معنى ما بينش نشرين ما فاماش انزلاق ملموس خاطر هذائل كله داخل في دعاية اللي راه وجاء وقت ما عاش وانتتتوقيت شكرا لك سيفيفايسل درمال مستشار سيد رئيس الحكومة شكرا لك سيوليد بالصالح خبير الاقتصادي نتقابله في حلقة اخرى مل رأييهم في رأيهم اللي سبحانه خير العشك المترجم للقناة